أحسين من السعودية يقول هل يجوز الإفطار فور سماع الأذان أم لا بد من انتظار حتى يكمل المؤذن أحسين بارك الله فيك من السعودية نعم بالنسبة للإفطار السنة فيه التعجيل فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور أو ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور ولذلك من السنة التعجيل بالإفطار فبمجرد أن تسمع الأذان يقول الله أكبر السنة أنك تفطر ولا تؤخر ذلك وتأخير الإفطار إلى آخر الأذان هذا غلو هذا غلو وتشدد وتنطع النبي سلم أخبر بأن الخيرية في هذه الأمة باقية إذا وجدت مثل هذه العلامات أما إذا بدأوا يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم فهذا والعياذ بالله علامة سوء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ربط هذا بسنة كونية قدرية وهي لا تزال أمتي بخير والخيرية هذه من الله عز وجل فإذا عجلوا الإفطار هذا علامة على الخير